صباح النور والسرور والسعادة والهناء صباح الصحة والعفية وكل شيء جميل صباح التفاؤل والأمل لكامل محبية ومشتركية الأعزاء نموت عليكم يعطيكم الصحة كامل اللي راكو تشجعه فيها ربي فرحكم ويحل إيامكم إن شاء الله إن شاء الله ندخل ديم على طياركم بالصحة والهناء هذا الفيديو درتها البارح مع العشية راجل تشهلي المبسس اللي شبه مقراط ميجيش محشي وما كانش عندي سميت ناكا حندي له حاجة تشبه لهذه الوصفة صح بطريقة رائعة رحندي له واحد البني خفيف بزاف عندي هنا كأس تاحليب كأس 120 ميلي لتو تقريبا زج مغارف كبارتا سكر ميجيش حلو بزاف كما حنزينه بشوكولاتا ولا سكر غلاس عندي كيستا سكر وبانيلا نخلطهم بش ندوب هاداك السكر كونشتون ندرت سكر تحجا متوفر عندي بكمية كبيرة نستغل فيه نخلطوا هكذا بالخلف ويدوب هاداك السكر كون الحليب أراه دافي واني مزروه بادفيته مليح هنا عندي ملعقة أكل تكون مع مرعة على خميرة الخبز نخلطها مليح مليح ونخليهم يتفاعلوا مع بعضهم واحد الخمس دقائق ومن المبسس يجي الشكل تاعه مربع ويجي مقلي بالسميد وكم سميدة مش متوفر عندي اليوم عشيه عندي غير سميدة لقيقة بساف ما تصلحش عندي الوهاد لها غسعة نتمنى ان شاء الله تلال اعجابه هنا راح نغطيه نخلي ريح واحد الخمس دقائق ويدفاعل ومباشرة بعد مريح خمس دقائق كما راكو تشوفو انا اقتنمت الفرصة وذوبت نصف كأس الزبدة كما راكو تشوفو كاش تفاعل ما شاء الله تقريبا ستين قرام بتاع زبدة ملعقة اكل تكون معمرة ملاح نديرها في ميكرون دولة في حمام مائي وندوبها نجبها هكذا شوية دافية لشي العجينتها تخمر لي بالخاف نزيدها لها حب ببيض واحدة وصفة اقتصادية بثاف كما راكو تشوفو حبيب ببيض واحدة بسحد الزبدة كتكون دايبة ما حبة البيض تعطينا اهاشاشا وخفة في البنية يجي فغيموا فارغم الداخل وبثاف بنان وليمهان دهاش الزبدة تقدر تدير اسمن كما تقدروا تعوضها بنصف كأس تاعزيت خلط ملاح ومباشرة نجيب الفارينا على حندير الرطال ولا نصف كيلو من الفارينا فارينا عادية هننفرق بشوية ونبدأ نخلط فيها هننفرق غير بشوية ونبدأ نخلط بيدنا هندير نس ملاعقة قهوة تكون صغيرة تاع الملح بش ميجي ناش صامت ومغرفتها قهواتها خميلة الحلويات ولا خميلة كيميائية تقريبا نصباكي هكذا ونبدأ نخلط أطرف الأصابع ما نشحن عجينها كما نطمها مباشرة كما را كنت شوفوا العجينة مازاد دافية في يديكم الحليب كان سخون والزبدة دافية هكتا راح يسرع لي مفعول الخميلة وتخمر العجينة بسرعة وتوجد هذه الحلوة في أقل من ساعة صدقوني أقل من ساعة تكون عندكم 40 حباتة حلوة هنا نزد هذه الخميرة حتى نصبها صور طلتة عيني مسكيلولة 500 غرام دقيق أبيض سوف نصبها مقادر مضبوطة شتو العجينة هي بدأت تشد راحا بسح لازم نخلوها تلسق في اليد نخلوه بشي جينة البنية تاعنا خفيف كامل أنواع المخبوزات والحلوية اللي تندار بخميرة الخبز يجب ان ديما العجينة تكون طرية وتلسق في اليد بشي جينة خفيفة وهشام الداخل سكيلة كثرنا الفارينة يجينة يثقيل ومعجن شوفوا البناتة هنا سواس وادرت نصبها كي على عينيكم نحي كامل هذه الفارينة والعجينة المتلاسقات في الأطعاف نخلوها حتى حاجة تضع ونطموها على شكل أكورة ملثة بش نخلوها ان شاء الله تخمر شوفك شاهية تلسق في يدي وما لازمش تانا انا عجناها هاي لك راحي طرية تلسق في الطبسين شكلها على شكل أكورة نخليها ان شاء الله تريح 1-4 ساعة يتضاعف الحجم تحتها تخلوها حتى تخمر بالزافر يتضاعف الحجم تحتها شوفوا البناتة حال طرية سح ما تخافوش كامل منها شما هوش راح يتغير الشكل تعال حلوك ينطيبوها بالنسبة للتخمال اللي عندها الوقت تقدر تحبط لها التخمال الاختارة الأولى وتخمرها الاختارة الثانية هاي لك ان اغطيتها بابي فيلم ونخليها تخمر غير الاختارة الأولى كمان ينزرو بابيها خمرها واحدة تكفيني شوفوا البناتك شاهي مثقوبة ما الدخلها هي خامرة الله الله ضاعف الحجم تحتها الكوزينة راحي سخونة كماني مطيب سحيلا عندكم كوزينة شوية باردة نضغطها من شفاء او من ديل اللي متوفرة عندكم هنجيبو ورق طاي ولا مباشرة نستعملو البلوندد خبعي او طاولة العمل نرشوها بشوية فارينة كم العجينة على برنب اللي راح يتلاسق نرشوها بشوية فارينة ونصيوها كامل من السلادية ونخدموها ضربة واحدة بدون طابع بدون اي تعب نحي كامل هدوك الزوائدة العجينة اللي قعدوا في السلادية ونبدأ نخبز بكل سهولة شوفوا ما شاء الله عجينة طرية خفيفة سهلة في العمل تقدروا تخبزوها بيدكم كما تقدروا تديروها بالحلال ولا اللو ولا بتسخي بانسو غروشو شوية العجينة تعنا بشوية فارينة من الفوق باش متلسقلناش ونبسطوها تقريبا صمك اربع ميليمترات هنان بعد ما بسطتها شوية نقلبها اعلى الجهة الاخرى باش نصقمها مليح مليح باش يجيني الشكل تاحها متجانس وميولي ليش صغر ميتكمش ليش لكن طيبها ان شاء الله انا راح نحاول على قدمه نقدر نعطيها الشكل المربع بالنسبة اللي يحبوا البنية تاحهم دور ويقطعوه بالقطعة الدائرية او الكؤوس يحلوها بشكل عادي اما اللي يحب يدير الطريقتها راح نقطعها بلا غولت ولا بالموس جيني على شكل مربعات بدون طوابع وبسرعة تقطع لي كمية كبيرة بزاف ما شاء الله قد كم اربعين حبه راح يحاول يعملها على شكل مربع بش ميخصرش بزاف العجين شوفوا البنات مهيش لسقع فوق الورق هاي لكني صقمتها مليح بيدي على شكل مربع مكافة الجوانب انا راح نفوت الحلال بعد ما ننفض هادوك الزوائد تار فعلنا نفوت الحلال بشكل خفيف باش نخبي اطراف الاصابع والله الاثار اطراف الاصابع فوق العجين ونجيب الجرارة مباشرة او سكين يكون ملاح ونقطع الحواف كما را كنت شوفوا مش يجون حبيبات بيانسوا يكونوا متحوفين مشابين في الشكل انا راح نقطع مباشرة مستطيلات بالعرض اللي تحبوه اربعة خمسة سنتيمترات انتوما والكمية اللي حابين تحصلوا عليها انا راح نقطع الحلال انا هاد الاغولات ولا السكين نقطع به لازم ساعة لساعة نفوتوه شوية فارينة باش ما يتسقلناش في العجين انا راح نقطعها على الست مستطيلات يكونوا طوال بعد نعود نقطعهم من الجهة الاخرى بالنسبة لهذا الزوائد تال عجينة نطمهم ونخليهم يخمروا مرة ثانية ونديروا بهم ان شاء الله حبيبات واحد اخرين نزيد نحي الزوائد من الجهة الاخرى باش يجينا شكل شباب انا راح نقطعها على شكل مربعات او مستطيلات انتوما والذوق تعكم يكونوا متوسطين ولا صغار على حساب الشكل اللي انتو متحبوا شوفوا البناء طريقة سهلة بالبزاف متعييكمش بتكونش عندكم بزاف تاع زوائد العجين وتخدموا ضربة واحدة كمية كبيرة من البنية او فطائر المقلات كما تحبوا سماها هاد الكمية من العجينة شتو عندي كمية قليلة تالعجينة تقدروا تعطوها الاطفال تعاكم يشكلوها ديروشي امبيانس معهم في الكوزينة كما تقدروا تخلوها مباشرة تختمر وتعاودوا تديرو منها 5 او 6 حبيبات واحد اخرين شوفوا عنا نرفض الحبيبات بكل سهولة ونفرقهم شوية على بعضهم ان بعدها راح نشوفوا عليها هنخلي فراغ ليل بيناتهم باش كي يختمروا ميجونيش لسقين في بعضهم ومامتون باش نقدر نقطع هاد كله بابشي يعني ندير عليها بالنسبة للبنات اللي مش متوفرين على ورق الزبدة يستعملوا انتوخشون ولا قطعة قماشية شو عمليه بالفارينة ويحطوا هاد الحبات بالفوق باش يخمروا لهم نحب نديرهم فوق هاد الورق كم متوفر باش يجوني سهلين تانا في الطياب وكي نرفضهم ميخسر لي الشكل تحهم هنا نوجد ورقة واحدة خلا باش تكفين مشي يكفين المكان ونقل لها بعد الحبات عكدا بينسوق ديما نخلو قصة اسبع او سنتيمتر ما بين كل حبا وخلا باش نعطوها المكان اللي تختمل او منصول باش نقطع هادك ورق الزبدة ويجينا سهل في القليان سمحوا سمحولي الى جاكم الفيديو شوية طوية باش حبيت نوريلكم كامل المراحل خصوصا للمبتدئات اهنا راح نجيب مقص ونوريلكم اكش راح نقطع هاد الورق بالطول بلعض بالطريقة اللي انتو ما حبينها باش نفرقوا كل قطعة عن الاخرى هذه مرحلة مهمة بل بزاف باش يجيكم حبات متحوفين ويجونتانا سهلين في القليان شوفوا كل حبارة هي واحدها في البابيت تحاد نرفضوها مباشرة بكل سهولة بالنسبة لبنات اللي يديرو سيغان تورشون يرفضوها مباشرة على يدهم ويدوها للمقلات اللي تكون سخونة من قبل احنا بالنسبة للانتفاخ لبنات ما تخلوش الليبنية تاعكم ينتفخوا بزاف تخلوهم يرتاحوا هنا هكذا وحد الغشر دقايق بينسوا نغطوهم فوق طاولة العمل يرتاحوا وحد العشر دقايق باش نرفضوهم ان شاء الله نقلوهم غريب داو ينتفخوا شوية وكملوا الانتفاخ في المقلات تاعكم بينسوا على نار تكون فغيموا قليلة بزاف بخيس كتافيا باش يجونا اخفف من الداخل ويجونا طيبين كما راكو تشوفو بكل سهولة نلقي الطاحة كما تقدروا هاد لعماليا من قبل انا نفضل نديرها هكذا كل وحده وطريقة طاحة هنا بعد ما ريح واحد العشر دقايق سخنت الزيت على نار قليلة بزاف ونحط كل حباب هادك لبابيه طاحة هنا فقط بواسطة فرشات نجيب هادك لبابيه للطرف تاع المقلات ونرفضو بيديب لما نتحرق لوالو يجيدي بغيمون برد ما يجيش كامل سخون انا راح نخلي الحبيبات اين تفخوا انا هادي اللولا باش نجرب بها سخونية على الزيت كيما راكو تشوفو راهي بداد تنتفخها هنا قلبتها ونجيب نحط مباشرة كمزمنت بلي راهي سخونة نجيب نحط مباشرة باقي الحبيبات باقي الحبيبات تعالي بنية تاعي نعمروا المقلات انا شوفو الله يبارك اش انتفخ فطائه رائعة الله الله ونجيب فارغا من الداخل بالنسبة للطريقة تاع التخزين انا ما كملتو همش هادك ان غايلة ما كليتو همش كامل لجوغمام تخلوهم شي باتو لجوغمام بعد ما يبردو تديرو دي بوات وتديروهم مباشرة في القنجلاتة قبل ما تزينوهم ونحط تسحقوهم تخرجوهم وتخليهم ينطلقو وحدهم شوية بعد مش تزينوهم ستكوني يجوغمو تقولو طيبتو هم هادك النهار انا راح نحيهم مباشرة فوق مندي الورقي ولكسكاس مش تخليهم يشربو من هادك الزيت هاد الحبيبات راح نقلبهم شي طيبو من جهة اخرى انا بعد ما طيبت الكمية اللولى هاني غاني غاني معا نصحت احدة الحبيباتي طيبو انا جيت باش نبدا نزينو الولى باش ننبح الوقت وممتون ورلكم كيش جاوني من الداخل جاوني فغيمو خفاف وفارغين ما شاء الله شوه اللي بنات شحال فارغين تقدور تحشيوهم بالشوكولة بالمربا بلا كومبوت بالحاجة اللي تحبوها شوفوا شحال خفاف شحال هشاشهم الداخل طريين بغيوشي اممتون يجو فغيمو فارغين يجوش كامل مع الجنين انا راح نجيب شوية شوكولة طالة انا عندنا نوتلا تخيروا اي نوعة شوكولة ونجيب كيس لنديروه في المجمد اي كيس ندير فيه تقريبا ملعقة اكل راح تكفيني باش نزين تقريبا كامل الكمية نقبوه شوية في الطرف بالمقص ونبدأ ندير خطوط بتاع الشوكولة هكذا على شكل غرياش كيما تقدروا تديرو غير شوية في الواسة تزينوهم باللوز بالكوكاو بالحاجة اللي انتم تحبوها صرتو للاطفال نقدر نخلوها هكذا كيما نقدروا نديرو مجيها الاخرى على شكل غري واحسن طريقة اللي معرفة هي نفوتوهم في السكر حبيبات ولنديرو عليهم شوية سيكرو غلاس ولنعسلوهم يجو فغيموا بزاف بنات شوفوش حل متحوفين ساهلين وصدقوني وصفة رائعة بالبزاف شوفو البنات بعد ما طابت كامل الكيمياجة ومشاء الله نصهم درتهم بالشوكولة والنص الاخر درتوا بالسيكرو غلاس جو فغيموا فارغين متحوفين ما شاء الله ما عندي مبقلكم البنة وش نحكي لكم تمنى الوصفة تعليبيني اللي درتها في فلاسة المبسستاعي كاغي جات فغيموا بزاف بنينا نعم تمنى تنال اعجابكم تحضرواها ان شاء الله في اقرب فرصة وما تنساش تخلوا لي ارائكم وتعليقكم وديروا لي جملة فيديو الى عجبتكم تهلا في واحدكم بزاف سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر